أصاب هجوم ألكتروني ضخم العديد من الشركات الأوروبية بالشلال قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة وقالت شركة برمجيات لمكافحة الفيروسات مواقرها موسكو إنها اكتشفت ألفي هجمة ألكترونية أمس معظمها في روسيا وأوكرانيا وكذلك في بولندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء تلك الهجمات هجمات إجرامية جديدة تكتسح العالم مستهدفة أكثر من 150 بلدا لكن ليست دموية كالعادة بل فيروسية فقد تعرضت شركة عالمية رائدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إلكتروني كسح ما أدى إلى وقوع عطل في حواسيبها وأنظمة تشغيلها واستهدفت هذه الهجمة المنظمة أكبر مطار في العاصمة الأوكرانية إضافة لعدد من الشركات والمصارف وانتشر الهجوم عبر دول أخرى ففي روسيا أعلنت روس نفط الروسية أن خادم حواسيب الشركة تعرض لحجمة حاكرز ضخمة ما دفع الشركة الروسية للتوجه إلى الهيئات الأمنية أما بريطانيا قالت مجموعة إعلانية أن شبكتها الحاسوبية في عدة مواقع قد استهدفت وبالانتقال إلى أمريكا فقد أعلنت شركة أدوية أنها أول شركة أمريكية تتعرض للهجوم هذا واستهدف الهجوم أيضا بولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ويقول خبراء التقنيون فحصوا لقطات متداولة على المنصات الاجتماعية أن اللقطات تحمل سمات مميزة لبرنامج شهير يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب الذي يصيبه ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات مؤكدين على أن هذه الهجمات تستهدف الأموال فقط